محمد نفسه محمد نفسه ولكن بعقله ورأيه ولسانه وأنت يا عمر ما جعلتك قريش سفيرها والمنافر عنها إلا لأنها شهدت لك بالرأي والعقل أقلني يا أبا الوليد والله لا أفعل وفينا أنت وسهيل بن عمر خطيب قريش وأبو عبد شمس أسن القوم فأبو عبد شمس عصبوها برأس أبيك لا أدري أي خير أبشر يا أهل مكة يا سادة خريش يا أهل مكة استمعوا لي أشهدكم يا أهل مكة أني عطقت سالما هذا وجعلته ولدي فهو منذ اليوم سالم بن عبي حذيفة ابن عطبة بن ربيعة يرثوني وأرثون هنيئة لسالما أحراب العبد أن يقتبط لعبد آخر منها لحريته لا أحسده إن كنت تعني هذا بلى أحسده أحسده وما اعتقه حتى جعله ولده يرثب إليه ويرثه لأنه عبد من العرب ونحن من نحن عبودية وسواد إن كان رب قد خلق فلماذا يخلقنا سودا وبيضا تكره لونك يا وحشي؟ ألا تكرهه أنت؟ إن كرهته كرهت نفسي وأنا أكرهه من أجل نفسي وكيف لا أكرهه القوم ويزرونني به ولو كنت مثلهم لاختلف الأمر بل أنت الآن مثلهم يا وحشي؟ مثلهم؟ ألست تنظر إلى لونك بعيونهم؟ وإن كنت عبدا لهم فإنهم الله عبيد أهوائهم وأغراضهم فلا يرون الحق ولا يهتدون سبيلا هذا كلام غريب على سمعي ولقد رأيتني اليوم واقفا على رؤوس السادة ولا أرى رجلا فيهم وأخف مني روحا وأطلق فؤادة كنت ترميني بالأوهام لا تقول في الكلام الذي سمعناه اليوم من قريب أي كلام؟ ويحك لك أذن كأذانهم ولا تسمع؟ ما عنصدت إلا حين جاء أبو حذيفة بسالم وأشهد على عطقه تقف هناك ولا تسمع؟ علمني سيدي إذا كنت في مجالسهم أن لا أسمع ولا أرى فليس شأنهم من شأني إلا أن أؤمر فأطيع بلى أعرف أنهم كانوا في حديث محمد ودينه وما رأيك؟ رأيك بماذا؟ أتسخر مني يا ابن حمامة؟ أن يكون لعبد مثلي رأي فيما يهم قريش؟ هنا مكان الرأي وهنا إنما يرى الإنسان لنفسه أولاً الإنسان حين تكتمل لتلك الصفة وما همني أنا من أمر محمد؟ لن تعرف حتى تسأل وتستقصي لا أحتاج إلى ذلك كي أعرف رأيي إذا فلك رأيي؟ رأيي أنه لا يعنيني دين محمد أكثر مما يعنيني دين قريش هذا أمر يخصهم ولا شأن لمثلي به ويحك ولكن محمداً لم يبعث للقريش وحدها بل لم يبعث للعربي وحدهم إنما بعث للناس كافة العربي والعجمي والأسود والأبيض كيف عرفت هذا كله يا ابن حمامة؟ لو كنت تستمع للناس استماع إليهم لا عرفت مثلي قلت للناس كافة للحر والعبد؟ أتراني لو أمنت لمحمد غداً يحررني من الرق؟ لو أنصدت لكلام قريش حقاً لعلمت أنها تجتهد في كفه وعدوته وهو أسطهم نسباً وأحسنهم خلقاً فأل تنتظر أن تجيبه إلى عدقك لو أمرهم به؟ إن كان هو الحق فلا شرط عليه إنما يطلب الحق لذاته وليسام بالثمن العاجل فالرب ما أوذي الإنسان فيه حتى يظهر على غيره فيلقى كل امرئ حسابه بالعدل والقسط أحقاً أنك سمعت هذا كله من الناس؟ فقط؟ أنت؟ ابن أبي خحافة وقد كنا نحسبك من خيالنا حتى كنت أول من لحق بمذمم وما اكتفيت بنفسك حتى أفسدت من أفسد فسحقاً لك وأنت يا رويعي الغنم أغرك أنك صرت مقدماً إلى ما كنت فيه؟ إلا أنك لن تجد فينا رجلاً يأتمينك على غنمه بعد حتى تموت جوعاً وأبشر وأبشر بعذاب قريب منا ولنرى إن كان هذا أو غيره يستطيع أن يدفع عنك إذ ليس لك عشيرة تمنعك فلبئس جار القوم أنت سلاماً سلاماً لا نبتغي الجاهلي أبشروا أبشروا بهذا صدق رسول الله إنه والله الأبي جهل عجبت كيف أن الله يدفع عن نبيه يسبون مذمماً وهو محمد رسول الله والله لقد هممت بأن أسبه ولو كان موتي قد نهينا عن هذا وإنما بعث رسول الله هادياً ومبشراً ونذيراً بالحكمة والموعظة الحسنة ثم مرجعهم إلى الله وأنت يا ابن مسعود أحفظ الناس للقرآن كيف يفوتك قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون صدق الله ورسوله والله لك أني أسمع الساعة خالي أهلاً ومرحباً لا أهلاً ولا مرحباً أما نهيتك؟ أما نهيتك يا ابن عمتمة؟ عما نهيتني؟ ألا لا تخالف رأيي أمام الناس؟ أما رأيت حتبة ابن ربيعاً يعرضم رأيك ويغمز برأيي؟ أم أردت أن يقال عمره أحسن رأياً وأوفى عقلاً بالخالب؟ ألهذا جئت الساعة أنصط يا أبا الحكم؟ لماذا لا تدعون يا أبا جاهل؟ كما يدعون محمد وأصحابه؟ ألا نجتمع كي نتشاور؟ فمشور إلا أن يدلي كل برأيه ثم يتواطع القوم على واحد منها فإن لم يكن فليستبدك كل برأيه ثم لا يجتمع الناس على شيء وهي لمن غلب هي والله كذلك؟ لمن غلب؟ إذن لا يتخاطب الناس إلا بالسيوف ولا يبيت المغلوب إلا وهو ينكر بالغالب لا يا أبا الحكم لا أكتم رأيي لكي ترضى وأنا على عداوة محمد ومخالفة دينه ولكن آه هذا اللبط كأنكما تشتجران اسأل ولدك هذا كأنك لم تعلمه توقير كبير ولا سيما من كان في أرحامه أهلاً 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 ومرحباً أهلاً أهلاً يا مرحباً أهلاً أهلاً وسهلاً يا سهلاً هذا أبوك وأخوك أبو جندل مع أبي وأخي اخرجي إليهم لماذا لم تخبرني خبل الناس وأنا أبوك؟ وهذا حموك أبو يزيد لماذا لم تستشرئي؟ رأيت الكراهة في وجهك وكلامك ذلك النهار حين رأيتني وسالما نأكل من إناء واحد ولا تأبه لما أكره أتمنى أن تحب ما أحب ومن أحب وإن لم أفعل ذلك أجتهد في إرضائك ما واسعني ذلك أما إذا استبان لي الخير والحق فأحزم أمري وأفعله أبتي؟ كيف أصبحت يا عما؟ وأنت؟ هل رضيت بما فعل زوجك مع سالم؟ كيف لا أرضى وهو عندي بمنزلة الولد؟ وما كنت لأخالف عن أمر زوجي وأن كنت كارهة؟ ولا كنت يا أبتي أول من يؤنبني؟ سالم سيدي أدني سيدي أجلس أجلس اعلم يا سالم أني لم أكن راغبا فيما صنع لك أبو حذيفح ولكن ما وقد فعل وأشهد عليه الناس فقد سرت من أهل بيتي فما يصيبك أو يعيبك فهو يصيبنا ويعيبنا في أعينهم ونحن على مذهب القوم وما تعرفوه فالزم أباك أبا حذيفح وكله كما كان لك والله لا أفارقه ما حييت ولأجعلن نفسي فداء قد علمت أنك أرجح الناس عقلا يا أبدي وأوفاهم ذمه لا حاجة بك إلى تملقي ونفاقي فأنت ولدي ولو كنت تلزمني كما أحب لمهدت لك تمهيدا حتى تكون رئيس القوم البعدي كما قلت لك أبدي لا أراني ميصرا لهذا وهذا أخي الوليد هو أجدر وأصلح أتني بشربة ماء يا سالم هادئن خالد هادئن خالد بل قصر بصرك ورضيت ببصري وحكمي في الأولى التي كانت لك فلما صارت عليك اتهمت بصري لم تشأن يقال سبق عمر خالد المرتين وهو ابن عمك ومخزومي مثلك فأقررت بالأولى وجحت بالثانية ما أنت بالحكم الذي نرضى حكومته لإن كان ابن عمي ومن خومي فأنا خالك وصاحبك وخليلك وصفيك كنت حتى حكمت الآن لابن عمك رضى الناس غاية لا تدرك يا عياش واشق الناس مرضي أن يكون حكما بين الناس وأنت ما تقول أينا السابق في هذا الذي راهنت سلمت عليه إذن أنا راهنت عليه وساء ظنك بي وهنا قد كسبت مرتين مرتين راهنت عليك الأولى ولم تخيبني ما سببيننا سوء الظن فأنا في الأولى وأنت في الثانية لما لا تقول قسمت بينكما حسن الظن فكان لعمر في الأولى وكان لك في الثانية وأصاب لنفسه في المرتين وإن عمر بن العاصي لذو حظ تكلتك أمك ما كان حظا ولكني نظرت إلى جواد عمر إذ فرغاه من الشوط الأول فوجدته قد تعرق تعرقا شديدا لم يتعرق مثله جواد خالد فعلمت أنه قد أفرغ جهده وأن الثانية ستكون عليه إذن فقد قصر الجواد للفارس الجواد على شرط فارسه فلا تكابر يا عمر أليس هذا حمزة بن عبد المطلب؟ بل والله إنه هو قد خرج للقنص على عادته ألا نصحبه ونقلص معه؟ بعد الذي كان بيننا وبين هاشم؟ لم يدخل حمزة في دين محمد أما نحن فقد أغنانا شيوخنا عن الخوض في هذا الأمر إلا عمر فقد تصدر وأغنى عن شيوخ عادي وإنه والله لفارس لا يشق له ببار لا يمس كفة من قريش في ثوك ومفارك أعمل صباح؟ أعمل صباحا إلى إينا يا عبد الله؟ في بعض شأني ولك شأنا تكتمه عني؟ ليس بالشأني الذي أكتمه أو أبوح به ألا تخرج مع أبيك وأخيك إلى نادي القوم؟ أم أنك ترغب عن مجلس أبيك؟ لا أرغب فيه ولا أرغب عنه إن كانت صحبة وصحبة غيري السيانة عندك فليكن مجلسي؟ لكل طائر مشربه ومشربه لا يواجبك؟ يا أبتي لا طاقة لي بجدالك أفكلما حدثتك قلت لا طاقة لي؟ ما الذي تفعلونه في مجلسكم غير الخوض في أمر محمد وأصحابه؟ وتسميه خوضا؟ أفلتدري ما أحدث فينا؟ قل يا أبتي ما أحدث فيكم؟ عابديننا وأصنع منا؟ وأنتم أغيروا على آلهتكم ودينكم منها على نفسها؟ ألستم تذهبون إليها كلما حز بكم أمر؟ فتتدرعون إليها وتسألونها العون وتستقسمون عندها بأزلامكم؟ هل نفعل أم لا نفعل؟ وتنحرون عندها لترضى عنكم وتفيد عليكم فهي أجدر أن تدفع عن نفسها وعنكم ذروا محمداً لها فهي كفيلة به إلا أن تكونوا في شك من قدرتها أخرج عقق لا حاجة لي بك انظر إليك ألم تجد هنداماً خيراً من هذا وتخرج به إلى الناس؟ ما عساهم يقولون فينا؟ لا بأس يا أبتي قد عرف الناس عطاءك في الغريب فلا يتهمونك في القريب وإن فعلوا كذبهم مظهر أخي أبي جندل ألا تخرج معي أبا جندل؟ أبا جندل من تخرج أنت معي؟ لا أدري ما ألم بذلك الفتن لا أراه يطيعني وقد أطاعني بن عامر بن يؤين جميعاً كيف تخرجاني من صلب رجل واحد ثم تختلفني كل هذا الاختلاف؟ أي اختلاف نئبتي؟ جرأته وتأدبك ما علمت قبل اليوم أن الجرأة والتأدب ضدان أليس الجبن نقيد الجرأة؟ والصفاقة نقيد التأدب؟ فما الذي قصدته من هذه المعاني في التمييز بيني وبين أخي؟ أم قصدتها جميعاً؟ من أين جاءت كل هذه الفصاحة لولدي اليوم؟ من أبينا سهيل بن عمر خطيب قريش وإن كانت الفصاحة قد أعجزتك اليوم عن الرد على عبد الله أيكم أولى بأن يدفع عن الآخر؟ أنتم أم آلهتكم وأصنامكم؟ ننافع عنها لتنفع عنه لعلّم ذلك يا معشر خريش ها قد حضر هذا البوسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا فيه رأياً واحداً ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً فأنت يا أبا عبد الشمس أنت ناظرت محمداً وسمعت منه فقل وأخم لنا رأياً نقول به لا 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 قولوا أنتم فأسمع نقول كاهن لا والله ما هو بكاهن لقد رأينا الكهان فما هو بقول الكاهن ولا سجع فنقول مجنون مجنون ما هو بمجنون لقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخفقته ولا سرعاته ولا وسوسته شاعر إذن ما هو بشاعر لقد عرفنا الشعر كله هزجه ورجزه وقريضه ومبسوطه فما هو بالشعر نقول ساحر هو ساحر ما هو بساحر لقد رأينا السحارة وسحرهم فما هو بنفسهم ولا عقدهم فما نقول يا أبا عبد الشمس والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أصله لمغدق وإن فرعه لجناء وما أنتم بقائلين شيئا من هذا إلا عرف أنه باطل فهل نخرج إلى العرب ونصف لهم حلاوة ما يقول محمد ثم نأمرهم أن يكذبوا به ما هذا يا أبا عبد الشمس إن أقرب القول فيه أن تقولوا ساحر ساحر جاء بقول هو ساحر يفرخ بين المرء وعبيه وبين المرء وعخيه وبين المرء وزوجه قولوا هل أصاب رأيي؟ أعني ما وجدت خيرا من السحر نرميه به عند العرب إنه والله لا يفرق بين المرء وأبيه وأخيه وزوجه بالسحر بياني فيؤمن به هذا ويكفر به هذا فيفترقان على ذلك لعله كما قلت يا أبتي وقد أجمع القوم على رأيك قد سألت يا أبتي ووالله لا أكذبك عجبت يا أبتي كيف يستقم في نفسك الشيء وضده؟ ألست أنت من وصف القرآن أجمل وصف وأحسن والله لو سئل رجل من أصحاب محمد فيه ما زاد على ما قلت فكيف تشير على الناس بعد ذلك أن يقوله هو سحر يفترى؟ أين الافتراء يا أبتي؟ أمسك لسانك أيه الوليد ما زدت على أن وصفت أباك بالافتراء؟ بل رجوت أن يبرأ منها بل أطاعه القوم ولكن على علم منهم أنه باطل بشهادة أبي نفسه ولسوف يأخذونها عليه وإن عملوا برأيه فليس من شيء من العربي أن يكذب شريفهم أما وفود العربي إلى الموسم فليسمعن من محمد مثل ما سمع أبي وليجدن فيه ما وجد أبي فهم أهل الفصاحة ولهم عقول وأسمع وأفئدة كالتي لنا عندئذ يدركون أن ما نرمي به محمدا باطل وافتراء وظلم وهم يعفون هذه القبائح ويهجون بها بلى ولاتما عدوت الحق أيها الوليد ولقد وجدتني في حيرة ولجاجة فأشر علينا أنت ما تقول فيه للناس بمن اتهمه عندهم الله لا أصدق ما أسمع قولوا للناس ما تقولون لأنفسكم إذن نكون قد أعنى محمدا على أنفسكم فإن لم تقولوا صدقا فأمسكوا إذن فإن خير ما نفعل أن نحول بينه وبين الناس ما واسعنا ذلك ما أطلق لسانه الساعة وقد كان قبل الآن ضعيف اليد واللسان لا تقل في أخيك شرا يا خالد لأنه ليس لأمك إنه بولدي ولدي وعدلك عندي فلا يغر أنك من نفسك أنك أقوى منه وأنك صاحب قبة قريش وخيلها وأعنتها وقد ساد العرب رجلان رجل بسيفه ورجل بحلمه وليله وما هو بقول شاعر قليلا لا تؤمن ولا بقول كاهن قليلا لا تذكر تنزيل رب العالمين الله أكبر ما هذا؟ ما هذا؟ ويل منك يا أبا حذيفح ويلك ويل أمك ويل أبيك هذا ما ظلمت أني أموت ولا أراه ماذا أقول للناس إذا حلموا به؟ أي ناس لي أبدا أأخشى الناس والله أحق أن أخشاه أربك يأمرك أن تعق أباك بل يأمرني ببره ما عشت أبدا وقرن ذلك بتوحيده وهو أصل الإسلام فقال وقضى ربك قلت الآية سالم فأنت أحفظ مني القرآن وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب حمهما كما ربيان صغير فلإن أحدنا لمعمور ببر أبويه حتى لو أقام على الشرك وجاهد وندهما عليه لا يطيعهما في الشرك ويحفظ صحبتهم بالمعروف وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تتعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة قد تقدم عليك هذا الذي كان عبدك في حفظ قرآنكم والعم بدينكم أليهذا رأيته يقودك في صلاتكم نعم يا أبتي وإنها لا هبة وهبه الله إياها لا يسمع الآية من رسول الله حتى يحفظها فهو يعيننا على الحفظ ويأمني في الصلاة ولا ضير قد فسدت الأرض قد فسدت الأرض ومن عليها بل أفسدها محمد يرفع الوضيع ويحط الرفيع بل يرفع الجميع على صحيد واحد لا يتفاضلون إلا بالتقوى والتقوى ها هنا لا يعلمها ولا يزنها إلا الله إن كان كما تقول يأمر ببر الأبوين هذا بردك بأبيك تعصي أمري وتصبع بل البر ما أدعوك إليه يا أبتي والله لا أفعل ولا تقول قريش صبأ عتبا وفارق قومه والآن قد أطلت جدالي وأنا أحلف عليك إلا عدت إلى دين أبيك وقومك تحلف علي بما يا أبتي باللاج والعزة بأصنام تصنعونها فإذا تم لكم صنوها سجدتم لها فأصبح المصنوع عندكم صانعا والمختلق بأيديكم خالقا هذا خير أم الله الواحد القهار الذي خلق الناس وأمرهم أن يعبدوه ويتخلقوا بمثاله ارحموا كما تحبون أن يرحمكم الله اعدلوا كما يعدل الله فيكم أحسنوا كما يحسن الله إليكم أعطوا كما تحبون أن يعطيكم الله تفضلوا كما تفضل الله عليكم كونوا أمة واحدة كما الله رب واحد أهذا خير أم أرباب متفرقة على مثال فرقاتكم وأوثان صنعتموها على مثال صوريكم وأغراضكم فمنذ متى انقربت الموازين فصار الرجل يصنع ربه ما الذي يجري هنا؟ ما جاء خديمك يطلب حضورنا إلا لأمر جلل قل لهم يا أبا خذيفة قل لزوج أختك أبي سفيان قل لحمورك أبي يزيد قل لأختك ويلك ماذا أحدثت؟ وهل من حدث في أيامنا هذه إلا ما أحدث محمد؟ صبأ ولدك؟ وقد فعلت؟ وقد فعلت؟ قبحك الله وقبح ما طلع علينا هذا النهار باب أيه هار؟ أيه هار؟ اضربوا النكع العقوق وضعوا عليه فتيان عبد شمس يؤذونه ويحفصونه حتى يرجع وإلى لحقنا منه عار الأبد اجمعي متاعك وخرجي معي لا تبقين في ذمته وقد صبأ أنا على دينه يا أبتي فلا أفارغه ولا أفارغ ديني يا للسوء يا للسوء قبحكما الله من سوجين أبو عبد شمس وأنا نسوم الناس على ترك محمد وقومنا يعتمون بنا ثم يخرج العدو من بيوتنا ومن أصلابنا ما الذي بقي لنا من الرأي والحكم بين الناس؟ يقولون أصلحوا بيوتكم أولاً فإن قالوا فقد صدقوا وما زلتم تتذامرون على محمد فتقدمون ثم تحجمون فابدأوا بما عندكم يعذركم الناس 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 أنا أدعوكم إلى الحق وأنتم تدعونني إلى الناس الحق الحق ما وجدنا عليه الناس وما وجد الناس عليه أباءهم أيها خير حي يختار لنفسه ويأخذ من يومه لغده ويماهد لمن أمامه أم حي يحتكم إلى أمواته ويأخذ من يومه لماضيه وإن قلتم الناس فأي ناس؟ ألا ترون أصحاب محمد يزيدون؟ أليسوا من الناس؟ فكيف بكم إذا أصبحتم يوماً وقد أظهر الله دينهم؟ وإنه والله لكائن ودخلت فيه كثرة الناس هذه فما عساكم تقولون؟ كان باطلاً في أول أمره وصار حقاً في آخره أبهذا يعرف الحق؟ وإن وقع ذلك وأنتم أحياء سبقكم الناس وتأخرتم فأين تصير منازلكم منهم عندئذ؟ وإنكم الآن لتعادون النبي خوفاً على منازلكم فإن شئتم أن تحفظوها فاستبقوا إلى الإسلام لتكون منازلكم فيه كمنازلكم في الجاهلية كمنزل هذا؟ ولربما أدنى وكيف وقد سبق إلى الإسلام؟ ما أحران إذن أن نشتد في عداوة محمد وأن نحول بينه وبين الناس حتى لا يكثر حوله وإن كان فالسيف لا حول ولا قوة إلا بالله حسب الله أن أعمل وكيل لا أطيق أكثر من هذا لا أطيق يا أبا صفيان ألا تجلسوا فتسمعوا مني بل أكرم وسمحي وأنت أبا أزيد وأنت أخي شيخنا يخشى قومه بعد أن سودوه أما أنت ففتن ما يزال قلبه غطا أبونا لا يفارق قومه وأنا لا أفارق أبي وإن كان يدعوك إلى عذاب السعير السعير؟ لا أفهم هذه الألفاظ النار، الجنة، جهنم لو لن يتشفى بنا الخصوم لسرعتك ولكنني أنتظر حتى يغضي بك أبي يا معاشر العرب قد علمتم الله أننا أهل الخرم وحفظته ما أرادنا أحد بسوء إلا قسمه الله ورد كيده في نحره وما خبر الفيل عنكم ببعيد وقد ظهر بيننا هذا الرجل الذي تسامعتم بخبره يزعم عنه على شيء وما هو كذلك يريد أن يقطع أرخامنا ويسفه آباءنا ويعيب آلهتنا وما نراه إلا اتبعه أراثلنا وسفهاؤنا أقول هذا فيه وهو منا 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 بعشر قراج لقد كنت أولى الناس أن أستر عيبه عند وفود العرب للرحم الذي بيننا لولا أنه أحدث أمرا وأظهره ثم دعا إليه وجهر به ولقد علمت أنني لو لم أعبه لكم لعبتمون به ولولما أضرع إليكم منه لحملتمون وزره وجريرته فصار حقا علينا أن نخرص لكم بالنصيحة كما أخلصنا لكم في حفظ هذا البين وقد تشاورنا في هذا الأمر قبل مقدمكم فوجدنا أنفسنا بين أن أستر عليه ظنا برحمه فينا أو نحذر العرب من سحره وفتونه فاخترنا خيركم على خيره وإن كان منه يا أهل الحلم نشدتكم خرمة هذا المكان أن تنصفوا لو كان ما جاء به خيرا أفما كنا أولى الناس باتباعه ونحن أهله وعشيرته أفكنا نؤثر به الناس دوننا وهو يقول اتبعوني تنطع لكم رؤوس العرب ونحن نقول قد عرفت العرب حقنا وقدرنا فما حاجتنا إلى قتالهم ألا إنه لساحر يريد أن يفرق بين المرء وأهله وبين الرجل وماله فإن كنا قد أبينا عليه فما يليق بنا أن نرضى للعرب ما كرهنا فما نحن من صحبنا العبل يأبى والمروءة تأبى فاجتنبوه كما اجتنبناه وانبذوه كما نبذناه تسلم من صحره ويتم لكم حجكم وتعودوا إلى أهلكم راشدين هو كما قال أبو يزيد أنا عمه عم محمد بل هو مذمم مذمم وكنت أولى الناس بمنعه والذب عنه ولكن المرواة تأبى ما كنت لأكتب عنكم شهادة الحق فهي أمانة أبي عبد المطلب وهو من علمتم ومن سارت بمآثره الركبان ولقد كنت أحبه عن مذمم بل زوجت ولدي ابنتي فلما ظهر منه ذلك المهتان خلعته وتبرأت منه وجعلت ولدي يطلقان ابنتي نعم كنت أحبه ولكني أحب ديني أكثر وأحب هذه القرية أكثر وإني أشهدكم أنه كذاب كذاب فاحذروه واعتذلوه لا يضركم بشعره هذه شهادة عمه وما يبقى وراء ذلك قطعت جهزة قول كل خطيبة أو قد خذلتك قدمك أيها العاجز حتى ترجع عني حسبك يا أبتي لماذا تقرعني وهذا أخي عبد الله أباء يصحبك البتة أما هذا فقد يأست منه فما كان عليك لو صبرت معي حتى أفرغ فتتعلم مني فنون القول قد يكون اللسان أمضى من السنان حاولت يا أبتي أما والله قد حاولت لأرضيك فضاق صدري وقد لا يتشابه الناس حتى الوالد والولد من شابه أباه فما ظلم وإذا لم أشبهك فأنا الظالم ما يضحكك أنت ما خرج معك أبو جندن إلا كارها فلا تحمل ولدك على ما يكره فيكون ذا وجهين يبطن شيئا ويظهر غيره قل له يا أبا جندن أفصح ولا تخف قل له ما كنت تقول لي أنا؟ أنا لم أقول شيئا أنا أقول لعلك يا أبتي قد رجعت اليوم وقد أعجبتك نفسك لما بلغت عن محمد بلسانك وإنك والله لا أفصح قريش ولكن الفصاحة إما أن تكون حجة لصاحبها أو حجة عليه كالسيف القاطع تدفع به ظلما أو توقع به ظلما وذاك هو الظلم يا أبتي لا أن يختلف عنك ولدك وقد علمت أن ما قلته اليوم في محمد لا يوافق الحق والحقيقة عي اللسان مع الصدق خير من فصاحته مع الباطل إنك لا تدفع عن محمد دفع واحد من أصحابه هل جلست إليه يا عبد الله؟ أم استمعت إلى ذلك الصابق آبق المارق سهلك أبي حضيفة بعطبة وأختك سهلة إن فعلت لتكونن أول من يعلم ولم أبالي فمن أين تأتي بمثل هذا الكلام؟ منكم منك أنت ما عقلنا عليكم إلا وأنتم تقولون محمد الأمين أبر الناس وأرحمهم وأصدقهم ثم لم نصبح يوما إلا وأنتم تقولون ساحر كذاب فإن صدقناكم اليوم فقد كذبناكم البارحة تصدقنا لليوم والبارحة؟ لا يجتمعين لا يجتمعين لا يجتمعين لا يجتمعين